بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من طلبة وطالبة الصف الخامس الابتدائي في قناة انجليز ابتدائي أند إعدادي مع مسناء السماه قناتنا بتقدم المناهج الدراسية في اللغة الإنجليزية من أول ابتدائي لتانية عدادي أما الصفوف من تلتة عدادي لتلتة سنوية هتلاقيها موجودة معاك على قناتنا التانية قناة مستر يوسر أعزب إن شاء الله النهضة هنشتغل من كتاب المعاصر صفحة 146 هناخد إن شاء الله لسن فور الدرس الرابع في يونان ثري الوحدة التالتة الدرس الرابع مقسم إلى أجزاء أول جزء هنا بارت ون listening and reading استماع وقراءة The Elvis hands shoemaker الأقزام وصانع الأحزية دي طبعا قصة خيالية vocabulary المفردات listen and read استماع وقراء كيف vocabulary مفتاح المفردات Elvis Elvis يعني أقزام Elvis أقزام دول شخصيات خيالية طبعا مش موجودة Honest Honest يعني أمين أو مخلص دي adjective يعني صفة Honest حرف الـ H هنا silent لا ينطق Honest مخلص أو أمين kind kind يعني طيب أو عطوف طيب أو عطوف لو جه بعدها حرف الجر of تبقى معناها نوع من kind of tired tired يعني متعب tired متعب perfect perfect يعني مثالي أو ملائم أو مناسب perfect perfect مثالي leather leather يعني جلد الجلد هي الجلود الحيونات اللي احنا بنستخدمها في صناعة الأحذية والحقائب كل ده اسمه ايه؟ leather يعني جلد TH هنا تنطق the shoemaker shoemaker صانع الأحذية shoemaker صانع الأحذية poor 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 فقير دي طبعا adjective يعني صفة happy happy سعيد أو فرحان beautiful beautiful جميل دي برضو صفة happy صفة delicious برضو صفة delicious يعني لزيز little little يعني صغير أو قليل little صغير أو قليل extra vocabulary المزيد من المفردات wife wife زوجة wife زوجة money money نقود money نقود أو مال workshop workshop ورشة عمل workshop ورشة عمل هنا SH تنطق shop shop meal meal وقبة وقبة من الواجبات وحنا عارفين ان عندنا تلات واجبات في اليوم breakfast lunch dinner tonight tonight يعني الليلة tonight الليلة طبعا حرف الجي والإتش هنا silent لا تنطق tonight quickly quickly بسرعة quickly بسرعة ده طبعا ظرف kindness kindness معناها عطف kindness عطف amazed amazed يعني مندهش دي برضو صفة amazed مندهش أما هنا conjugation of verbs تصريف الأفعال عندنا regular verbs أفعال منتظم في present المدارة زي هي believe believe يصدق believe يصدق believed believed صدق طبعا ضفنا للفعل ده دي فقط لأنه هو آخر أساسا إيه فحنا هنضيف دي فقط علشان يبقى ماضي try try يقيس tried tried يقيس أو يقيس يقصد بها الملابس أو الأحزير يقسها يشوف المقاس بتاعها try يقيس tried قاسة عملنا إيه حرف الواي ده ألبنا إلى آل وضفنا اليد بقت tried dance dance يعني يا رقص dance يا رقص danced danced رقصة ضفنا هنا دي فقط عشان الفعل أساسا أخر إيه irregular verbs يعني أفعال غير منتظمة لا تمشى على النظام لا تمشى على القاعدة شكلها يتغير في الماضي عن المضارع زي cut cut يقطع cut يقطع هو هو هيفضل الفعل cut في الماضي زي ما هو cut وزي كمان الفعل put put يعني يضع هيفضل هو في الماضي put هنا say say يقول said said قال leave leave يترك أو يغادر lift lift ترك أو غادر hide hide يختبئ hid hid اختبئ أما هنا هنشوف important expressions and propositions يعني تعبيرات همة وحروف جر همة work hard work hard يعمل بجد work hard يعمل بجد pair of pair of زوج من لما قول pair of shoes يعني زوج من الأحزير يبقى pair of زوج من cut out cut out يقطع go to bed go to bed يذهب للنوم for the night لمدة ليلة واحدة for the night ten for the night لمدة ليلة واحدة sit down sit down يجلس شوف المسهم يقول لك stand up قف sit down يجلس يدي all over the land all over the land يعني من شتى بقاع الأرض أو بنقول عليها من أنحاء الأرض يعني من كل مكان في الأرض all over the land walk into walk into يدخل إلى حرف ال L هنا silent لا ينطق try on try on يقيس الملابس try on find out يكتشف find out يكتشف once upon a time ذات مرة أو في يوم من الأيام دي أول عبارة بنقولها لما نيجي نحكي قصة هنقول once upon a time يعني ذات مرة نبدأ نحكي إيه اللحظ نشوف بعد كده صفحة 147 read and complete اقرأ وأكمل the sentences using the words from the box اقرأ وأكمل الجمل دي باستخدام الكلمات التي في الصندوق هي كلمات الصندوق meal meal وقبة poor فقير per زوج من يجي بعدها of شوماكرز صانعوا الأحزية vets اللي هو الأطباء البيطرين number one I bought أنا اشتريته اشتريته إيه a عايز ناخد كلمة هنا ونقول of شوز yesterday من حزاء yesterday أمس عايز أقول أنا اشتريته زوج من الأحزية yesterday أمس فينها أهي a pair of a pair of معناها زوج من يبقى هنكتب كده pair هذه pair number two my mom والدتي made us صنعت لنا a nice a nice a for lunch على الغداء هتعمل لنا ايه على الغداء a nice meal يعني وقبة لذيذة أو وقبة جميلة يبقى نكتب ايه meal وقبة number three ممكن طبعا تشطب على كل كلمة احنا بناخدها علشان ما تتلخبطش فيها تاني number three he has no money هو ليس لديه مال ما عندهوش اي فلوس he is very هو نصفه بأنه ايه very very poor يعني فقير جدا ما عندهوش اي مال الله يساعده يعني number four هنبدأ بهنا make us shoes يصنع لنا الحزاء مين بيصنع لنا الاحذية show makers صانعوا الاحذية هنكتب كده show makers ادي show makers صانعوا الاحذية طيب بعد كده هنشوف هنا بيقول look انظر listen استمع and read واقرأ هنبدأ بقى القصة مع بعض قصة جميلة جدا the elves and the show makers الاقزام وصانع الاحذية the beginning بداية القصة once upon a time اللي احنا قلنا عليها بنبدأ بيها لما نيجي نحكي قصة معناها ذات مرة او في يوم من الايام once upon a time ذات مرة a kind and honest shoemaker lived in town with his wife يعني shoemaker هو صانع احذية طيب وامين عاش في المدينة مع زوجته they were very poor كانوا فقراء جدا but لكن they were happy كانوا سعداء جدا the shoemaker worked hard يعني صانع الاحذية عمل بجد but لكن he had no money لم يكن لديه مال one night ذات ليلة ايه اللي حصل the shoemaker was in his workshop صانع الاحذية كان في الورشة وشة العمل اللي بيصنع فيها الاحذية قال oh dear يا الهي i have only got enough leather for one more pair of shoes انا لدي فقط enough يعني فقط a leather عنده جلد اللي هي جلود الحيوانات اللي بيستخدمها في صنع الاحذية عنده ما يكفي لصنع واحد بس زوج واحد من الاحذية but لكن i'm too tired to make them tonight لكن انا متعب جدا علشان اصنع هذا الحزاء tonight الليلة i'll cut the leather now انا سوف اقطع الجلد now الآن and make the shoes in the morning واصنع الحزاء في الصباح يعني هو قرر ان هو هيقطع الجلد ويجهز وهيسيب مكانه لحد الصباح هيبقى يكمل تركيب الحزاء the shoemaker cut out the leather and went to bed صانع الاحذية قطع الجلد وذهب للنوم طيب هنشوف الباقي اللي هيحصنها صفحة 148 the middle يعني منذ صف الاحداث اللي هيحصل the following morning يعني الصباح التالي the shoemaker couldn't believe his eyes صانع الاحذية لم يستطع ان يصدق عينيه ليه he called to his wife to come quickly هو نادى على زوجته لدأتي بسرعة quickly بسرعة to the workshop لورشة العمل اللي هيحصنها look at these shoes انظري الى هذا الحزاء ايه says the shoemaker قال صانع الاحذية there on the table was an amazing pair of shoes على المنددة هناك كان في ايه a pair of shoes كان زوجه مننا الاحذية amazing مذهل مذهش يعني جميل جدا they are beautiful انها جميلة اللي هو الحزاء الحزاء جميل did you make them هل انت الذي صنعته his wife looked surprised يعني زوجته بدت مندهشة اللي هو no my dear لا يا عزيزتي i didn't make them انا لم اصنع وانا لم اصنع هذا الحزاء he said هو قار then بعدها a man walked into the shop يعني دخل رجل الى shop المحل اللي هم بيبيعوا فيه الاحذية i have never seen such amazing shoes انا لم ارى مثل هذا الحزاء المزهل من قبل he said قال الرجل can i try them هل يمكن ان اقيسه he tried on the shoes هو جرب اوقاس الحزاء they are perfect انها مثالية يعني مناسبة جدا لقدم هذا الرجل he said and paid the shoemaker هو قال العبارة دي ودفع paid يعني دفع المال لشوماكر لهو صانع الاحذية quickly بسرعة says the shoemaker's wife بسرعة قالت زوجة صانع الاحذية go and buy some more leather يعني اذهب واشتري المزيد من leather الجلد علشان يصنعوا احذيتان طبعا الحزاء لما طلع جميل جدا اعجب بيها للرجل واشترى هي عايزة تصنع تاني the shoemaker went to buy some more leather صانع الحزاء او صانع الاحذية ذهب لي اشتري some more leather يعني المزيد من الجلد لأأكل صانع الاحذية قطع الجلد ليصنع اتنين زوجين اتنين من الاحذية وترك الورشة لمدة ليلة يعني هو كده ما صنع لسه احذية هو قطع الجلد وبردو ساب الصباح التالي the shoemaker and his wife were amazed to see two beautiful pairs of shoes in the workshop هنبدأ من تاني هنا بيقول في الصباح التالي صانع الاحذية وزوجته كان amazed يعني مندهشين to see ليروا يروا ايه two beautiful pairs of shoes يعني زوجين من الاحذية جميلة جدا in the workshop في الورشة we must find out يعني يجب ان نكتشف find out نكتشف who is making the shoes من يصنع هذه الاحذية say the shoemaker's wife قالت زوجة صانع الاحذية let's hide يعني هيا نختبئ tonight الليلة and see who is helping us ونرى من يساعدنا يترى من بيساعدهم تعال نشوف هنا في صفحة 149 the end النهاية that night في هذه الليلة the shoemaker cut out the leather يعني صانع الاحذية قطع الجل and then head وبعدها اختبأ they were very surprised كانوا مندهشين جدا to see two little elves يعني قزمين صغيرين the elves started to make the shoes يعني القزمين بدأوا ان يصنعوا الحزاء soon حالا they had made two more pairs of shoes of beautiful shoes هم صنعوا زوجين من الاحذية الجميلة طبعا هم خلاص شافوا كده مين هم اللي بيصنعوا الاحذية الجميلة دي رح قالوا ايه we must thank the elves يعني يجب ان نشكر الاحذية سيد the shoemaker's wife قالت زوجة صانع الاحذية let's make them new clothes هيا نصنع لهم new clothes ملابس جديدة طبعا هم هيردوا لهم الجميل هيردوا الجميل للأخذاء اللي يصنعوا اه اه احذية جميلة the next night الليلة اللي هي الليلة القادمة اللي حصلها الليلة اللي بعدها the elves found their new clothes الأقزام وجدوا ملابسهم الجديدة اللي هم صنعوها اللي هم مين صنعها صانع الاحذية وزوجته they were so happy that they danced around the workshop before sitting down هنا هنقول ايه they were so happy كانوا صعداء جدا that they danced بدليل انهم رقصوا حول the workshop اللي هي workshop الورشة before sitting down to make more shoes قبل القلوز ثانية ليصنعوا المزيد من الاحذية soon حالا people came from all over the land الناس جاءت من شتى بقاع الارض من كل انحاء الارض to buy the shoemaker's shoes ليشتروا احذية صانع الاحذية he and his wife weren't ever poor again أو وزوجته لم يكون فقرا لم يعود فقيرين بعد الآن أو مرة ثانية and they lived happily ever after وسعاشوا وعاشوا بسعادة دائمة هنشوف بعد كده هنا بيقول remember تذكر عايز فكرنا بإيه بالصفة ايه يا الصفة عشان نختصر كل ده الصفة هي عبر عن كلمة بتوصف الاسم وتأتي قبل ركز معي بتوصف الاسم وتأتي قبل عايز أقول فتاة جميلة أقول ايه beautiful girl يعني فتاة جميلة عايز أقول ولد ايه ولد طيب هقول a kind boy يبقى أقول الصفة الأول وبعد كده الشخص اللي أنا هوصفه أو الشيء اللي أنا هوصفه يبقى الصفة الأول وبعد كده الاسم طيب لو فيه verb to be يبقى الصفة تيجي بعد verb to be أقول the girl is is الأول أهو verb to be وبعد كده أقول beautiful الفتاة جميل يبقى get beautiful الصفة بعد verb to be طيب هقول the boy is kind الولد طيب يبقى لما هلاقي verb to be في الجملة الصفة تيجي بعد verb to be خلاص ما فيش verb to be بقى الصفة تيجي قبل الاسم هنا he is a kind and honest true maker احنا بنوصف مين كده بنوصف true maker يبقى هو ده الاسم اللي احنا بنوصفه هنجيب الصفة قبله أهو honest يعني همين أو مخلص وkind يعني طيب هنشوف بعد كده general exercises on lesson 4 part 1 تدربات عامة على الدرس الرابع الجزئي الأول موجود على صفحة 150 read and complete the text اقرأ وأكمل النص with words from the box بكلمات من الصندوق hard يعني صعب أو صلب أو نمنقول work hard معنى بجد لما يجي قبلها work تبقى work hard بجد عاملة بجد workshop ورشة morning صباح per زوج honest مخلص أو أمين once upon a time ذات مرة a kind and عايزين صفتاني يوصف بيها show maker show maker اللي هو صانع الأحزية lived in town with his wife عايش في المدينة مع زوجته الصفة التانية اللي هنوصف بها صانع الأحزية احنا قلنا a kind هناخد ايه كمان honest honest يعني مخلص أو أمين هنكتب كده honest with ticket اني حرف الh silent لا ينضى they were very poor هم كانوا فقراء جدا but لكن they were happy كانوا سعداء the show maker worked hard يعني صانع الأحزية عاملة بجد هنكتب hard but لكن he had no money لم يكن لديه ما one night ذات ليلة the show maker was in his ايه كان فين صانع الأحزية كان في الورشة ورشة يعني workshop هادي workshop الهي الورشة اوه دير يا الهي عايز اقول أنا لديه فقط جلد يكفي لحزاء واحد فقط لزوج واحد من الأحزية زوج يعني pair اهي pair هادي pair عشان نقول more pair of shoes خلاص number two هنقول reorder the words to make correct sentences يعني قعد ترتيب الكلمات لتصنع الجمل صحيحة number one made يعني صانعه delicious لزيز the wife الزوجة a دي أداتنا كراتيجي قبل الاست meal وقبة هنبدأ أول حاجة باي the wife the wife الزوجة يبقى احنا كده بدأنا باي بالفاعل بعد الفاعل ييجي الفاعل فين الفاعل هنا made صانعات الزوجة صانعات صانعات ايه a delicious meal يعني وقبة لزيزة ادي delicious اللي هي الصفة الأول وبعد كده الشيء اللي بنوصفه اللي هو meal الزوجة the wife صانعات made a delicious meal وقبة لزيزة number two the shoes الحزاء every كل who من night ليلة made صانع نبدأ بكلمة الاستفهام اللي هي who who ايه who made من صانع who made من صانع the shoes الحزاء sorry number three الحزاء every night كل يوم مين اللي كان بيصنع الحزاء كل يوم ايه هنقول every بعد كده نعم who made the shoes every night طيب number three workshop الورشة the elves الأقزام around حول dance يعني رقصة the معنى لتيجي قبل الاسم هنبدأ ب the elves الأقزام عملوا dance لازم يجي بعدها كده جبنا الفاعل يجي بعدها الفاعل الفاعل هنا dance يعني رقصه الأقزام رقصه around يعني حول the workshop الورشة d بعد كده workshop اوكي بعد كده number three read and match a with b يقرأ وصل a with b او الحاجة the shoemaker صانع الأحزية ماله بقى هنوصل ب he had no money ليس لديه او عنده من to make shoes and bags ليصنع shoes أحزية and bags وحقائب makes amazing shoes يعني يصنع أحزية مذهلة to make delicious meals ليصنع delicious meals يعني واجبات لذيذة هنبدأ the shoemaker احنا كده جبنا فاعل فلما جبنا فاعل يبقى هندور على بعد وعلى طول على فعل فين هنالجملة بتبدأ بفعل اهي يبقى هنقول the shoemaker صانع الأحزية بيعمل makes amazing shoes يعني يصنع أحزية مدهشة number two the shoemaker working hard يعني صانع الأحزية عاملة but but لكن لكن he had no money لم يكن لديه ماد number three we use leather نحن نستخدم leather اللي هي الجلد الجلودي بنستخدمها لي to make shoes and bags لنصنع الأحزية والحقائق number four punctuate the following sentence يعني نضع علامات الترقييم للجملة التالية the shoemaker and his wife are thankful يعني ها هو عايز علامات الترقييم يبقى نبدأ أول حاجة حرف T دا يبقى كبتا عشان بداية الكلام طيب the shoemaker and his wife are thankful لجملة عادية جدا يبقى نضع آخرها خلاص خلاص هنشوف بعد كده صفحة 151 part 2 الجزء الثاني من lesson 4 الدرس الرابع pronunciation النطق vocabulary المفردات regular verbs أفعال منتظمة هنتكلم نهاردة عن الأفعال المنتظمة إزاي نجيبها في الماضي هنجيبها في الماضي بالإضافات يأما هنضيف D أو E D أو I E D خلاص كده عشان إحنا قلنا أفعال منتظمة يعني أنت مشي على النظام أنت مشي على القعل طيب النهاردة هنتكلم في إيه في نطق الأفعال دي بعد ما نضيف لها الإضافات دي هيبقى إيه بص كده هنا chop يعني يقطع إلى شرائح هيبقى chopped chopped work worked walk يمشي walked مشى ask يسأل asked سأل laugh يضحق loved ضحيكة هنا الف جي أدش ينطق F جي أدش هنا ينطق F أقول إيه laugh laughed fix يصلح fixed أصلح dress dressed يرتدي ارتدى wash يغسل washed غسل watch يشاهد watched يعني شاهد taste يتذوق tasted تذوق wait ينتظر waited انتظر paint يلون أو يدهن أو يطلي painted count يعد يعد واحد اثنين ثلاثة وهكذا counted invite يدعو invited يدعو لحفل مثلا طيب نشوف مجموعة تانية هنا زي call يتصل called اتصل climb هنا حفل B silent لا ينطق أو client client يعني تسلق clean يغسل cleaned غسل played يلعب played لعب enjoy يستمتع enjoyed slow slow يبط slowed slowed بطأ deliver يسلم delivered يسلم يسلم معناها يسلم خطاب يسلم رسالة وهكذا carry يحمل carried حمل live يعيش lived عاش want يريد wanted اراد need يحتاج needed احتاج tidy يرتب tidied رتب study يذاكر studied ذاكرة أو درسة هنا هنتكلم عن كفية نطق ED اللي في نهاية الفعل المنتظم في زمن الماضي البسيط طيب احنا جبنا افعال وضفنا له ED نطقها هيبقى ازاي هتتنطق بتلات اشكال يقيم ما هتنطق ت ت ت ودي في الافعال اللي هيكون نهايتها الصوت P أو الصوت K أو الصوت أو الصوت F أو الصوت S أو الصوت T T T T اللي هي هتبقى C H أما SH دي اللي هتبقى SH خلاص طيب ممكن كمان ننطقها بالصوت D ازاي 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 انتهت امتا ننطق بصوت دي ازاي انتهت الافعال دي بالصوت B أو J MA TH Z NA TH ذ زي حرف الذال بالعربي J R J J اللي هو حرف G ولا LE WN اللي هو N G أو انتهى الفعل بحرف VAU طيب انتهى ينطق AD AD لو كان هاته الفعل تأتي أو D صوت أو D طيب هنشوف هنا امثلة من الافعال اللي احنا درسناها اساسا زي ايه هنا هتنطق اخرها الت بعد اضافة D هقول chopped chopped worked walked asked chopped يعني قطع worked عمل walked مشى asked يعني سأل لفض ضحك fixed حدد أو أصلح dressed لبسة أو ارتدى promised promised يعني وعدة washed غسلة watched شاهدة كل دول حرف D في الآخر هينطق ت ت أما هنا هينطق د زي ايه called يعني نادى climbed تسلق clean نظف played enjoyed slowed كل دول آخرهم صوت فاول الصوت فاول مش الحرف فاول صوت متحرك مش حرف متحرك يعني دي آخرها واي دي آخرها واي دي آخرها W بس بيدي الصوت ويه صوت فاول اليد هنا هيبقى الصوت tested tested تذوق waited انتظر painted طل أو دهن أو لون counted عد عد واحد اثنين ثلاثة invited دع wanted أراد tested تذوق مكررة ثاني هنا اهيه احتاج رتب ذاكرة هنا بيقول لاحظ ان هنا في bake bake الفعل bake اثر حرف اي لكن لما تيجي تنطق وهتقول bake كآخر صوت هتسمعه هو حرف k يعني d silent لا تنطق خلاص طيب هنا laugh حرف g h هنا تنطق f climb حرف b silent لا ينطق والملحوظات دي احنا قلناها بعد كده هنا هنشوف تدريبات على الدرس الرابع استمع واكتب عندنا افعال وهنا عامل جدول لتصنيف الصوت كل فعل هنسمعه ونشوف هنصنفه ازاي هنا clean clean يعني نظافة اهي موجودة هنا بعد كده needed احتاجة started ذاكرة washed يعني غسلة worked يعني عاملة وطبعا احنا صنفناهم حسب الصوت هنا يعني هنا cleaned و lived washed worked needed studied خلاص طيب هنشوف هنا number two read and circle the odd sound out يعني اقرأ ويضع دائرة حول الصوت المختلف هنا asked played delivered مين مختلف asked ليه هو ده النطق بتاعه مختلف عندي اتنين دول number two cleaned climbed helped helped هو ده المختلف اما هنا painted washed wanted washed هو الصوت المختلف climbed needed called هنقول ايه ايه المختلف needed number three read and sort يعني اقرأ وصنف عندنا افعال وعندنا الصوت بعد اضافة الed هاي بقية طرى تا ولا اد ولا دا طيب عندنا tasted تزوق played لعبة invited يعني دعا enjoyed enjoyed استمتع dressed لبيس او ارتد walked mesh cleaned نظفة fixed يعني اصلحة waited انتظرة وطبعا احنا صنفناهم اهو موجودين قدامك لو حابب تشوفهم اهو عندك تلات افعال هنا والتلاتة هنا صنفناهم اوكي طيب هنشوف بعدها ايه هنشوف هنا lesson four الدرس الرابع part three الليوز التالت الليوز التالت عن math رياضي انا اخذ النهاردة multiply multi digit numbers يعني ضرب الاعداد اللي هي من رقمي listen and repeat استمع وردد vocabulary مفرد sports day يعني يوم رياضي sports day يوم رياضي box box يعني صندوق order order يطلب order يطلب multiply يضرب هي علامة الضرب يقوم بعملية الضرب الحسابية multiply read and learn اقرأ وتعلم multiply multi digit numbers ضرب اعداد اكثر من رقم اللي هي فيها مسلا رقمين او اكثر هنا 10 ملتبلاي 10 ملتبلاي 10 في 10 تساوي 100 طيب هنا 50 ملتبلاي 50 ملتبلاي ملتبلاي 500 وهكذا طبعا هندرب الارقام ممكن تدخلها على الالة الحسبة على طول هتديك هنا الناتج هنا عملية الضرب المسائل الكلامية هنا in his field في حقله ماجد ماله عمل planted 29 seeds in each row زرع 29 بذرة في كل صف he has got 32 rows هو لديه 32 صف how many seeds did ماجد plant يعني كم عدد البذور التي زرعها ماجد هنعمل ايه هنضرب عدد الصفوف البذور في عدد الصفوف طيب يعني 29 multiply 32 equals وهادي الرقم عندك 928 هو ده الحل يعني الحل طيب هنشوف هنا بيقول multiply يعني اضرب هادي عندك الارقام دخلها على الالة الحسبة هتديك النواتج اللي قدامك ده ببساطة جدا بعد كده هنشوف هنا general exercises تدريبات عامة on lesson 4 على الدرس الرابع part 3 الجزء التال multiply يعني اضرب قم بعملية الضرب هادي المسائل احنا حلناها وهي جهزة قدامك لو حبيت تتأكد منها دخلها على الالة الحسبة بعد كده read اقرأ think and solve بكر وحل اسماء دي مسائل طبعا كلامية اسماء sales اسماء تبيع 65 chocolate cakes everyday بتبيع 65 كعتات شوكولات كل يوم how many يعني كم عدد 0 10 how many كم عدد يجي بعدها اسم الشيء اللي انا بسأل عن عدده how many chocolate cakes كم عدد كعكات الشوكولات will she sell in 20 days التي ستبيعها اسماء في خلال 20 يوم اي بتصنع 65 كعكة في اليوم طيب في خلال 20 يوم هتصنع كام هنضرب الرقم في بعض علشان يدي your answer لإجابة بتاعتك 1300 يعني 1300 من كعكات الشوكولات number two there are 45 bags filled with coins يوجد 45 حقيبة مليئة ب coins العملات المعدنية there are 51 coins in each bag يوجد 51 عملة في كل حقيبة how many coins هذه how many معنى كم عدد يجي بعدها اسم الشيء اللي بسأل عن عدده كم عدد العملات المعدنية are there in all bags التي توجد في جميع الحقائب طبعا الرقمين دول هنعمل عملية ضربة كده 45 multiply 51 equals تساوي 2295 2295 1295 عملة معدنية كده خلصنا الدرس الرامع في الوحدة الرابعة ان شاء الله فضل لنا درس واحد وننخلص الوحدة تابع معانا ان شاء الله عشان خلص منهجنا ونحل امتحانات باذن الله تابعنا انت كل حبيبك وقريبك من اول اتدائي لتالت سنوى على قناوتنا التعليمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته